حظي نموذج التحديث الصيني باهتمام واسع لدى الخبراء والباحثين المصريين الذين يرون أن تركيز الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني على التحديث الصيني النمط ينعكس بشكل إيجابي على رفاهية الشعب الصيني والشعوب العربية بالطبع هذا التحديث الصيني وما أكرته الجلسة الكاملة الثالثة له إنعكسات إيجابية على الشعب الصيني في ارتقاء بمستوى معيشاته رفع مستوى رفاهياته تحديث وتقوية وتعزيز بنية الاقتصاد الصيني لها أيضا إنعكسات خارجية على الدول التي تتعامل مع الصين خاصة أن الصين منفتحة مع الجميع ويذفع أيضا إلى مزيد من التعاون الاقتصادي مع الدول العربية إلى مزيد من الإعكسات الإيجابية على المواطن العربي في تعزيز التجارة في تعزيز فرص العمل في تعزيز التوتين التكنولوجيا في تعزيز التبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة فيما يعتبر الخبراء أن أنعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرية للحزب الشيوعي الصيني يدفع بمبادرة التنمية العالمية إلى أفاق رحبة ودعم التعاون بين الصين والعالم مما يحقق التنمية المشتركة للجميع كما أشارت الجلسة الكاملة الثالثة أن التجربة التنمية الصينية تقوم على تعزيز دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية الاقتصادية سواء في داخل الصين أو في التعاون الصيني مع الدول الأخرى في الدول النامية وهذا بيعكس حقيقة حرص الصين على أن تكون للتكنولوجيا أحد القاطرات أو أحد روافع على الاقتصاد في استخدام التكنولوجيا الحديثة سواء في المشروعات الضخمة مع المزجة أيضا في المشروعات كثيفة العمالة في أيضا كل من الصين والدول النامية وخلال الجلسة الكاملة تعهدت الصين بمواصلة توسيع الانفتاح الخارجي عالي المستوى وهو ما يجلب فرص التنمية للصين وللعالم خاصة الدول النامية ما أقرته الجلسة الكاملة يشد أن الصين لديها رغبة في تقاسم عوائد التنمية مع دول العالم هي لا تريد أن تستفيد وحدها من عوائد التنمية الصينية وإنما تريد أن يعم النفع على باقي دول العالم من خلال الانفتاح على هذه الدول وتعميق الشراكة الاستراتيجية معها وبناء عليه استطاعت الصين أن تزيد من معدل التنمية في الداخل كما فتحت آفاق أرحب لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول العالم وتعزيز النمو الاقتصادي في تلك الدول من خلال هذه الشراكة هذه الجلسة تعد صانعة عهد جديد تسعى خلاله الصين نحو مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي طويل المدى خاصة بعد نجاح جهودها في الإصلاح والانفتاح على مدار السنوات الماضية الذي تجسد في إنشاء أكثر من عشرين منطقة تجربية للتجارة الحرة إلى جانب التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق نموذج التحديث الصيني النمط الذي أكدت عليه الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني يحظى بتقدير الخبراء المصريين الذين يتوقعون أنه سيكون له أثر إيجابي في تنمية الصين والدول العربية مستقب عبدالله سيجدين العربية القاهرة